أهلا بكم مشاهدين الكرام تبنت مصر خطة شاملة لمواجهة تدعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا لتخفيف تأثيرها على المواطنين وعلى مختلف قطعات الدولة البداية مع القرارات الرئاسية والمتمثلة في تخصيص 100 مليار جنيه فضلا عن توجيه 50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة وكذلك تخصيص 50 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقري لمتوسطي الدخل بالإضافة إلى توجيه 20 مليار جنيه من البانك المركزي لدعم وتحفيز البورصة المصرية كما قرر الرئيس صرف علاوة دورية لأصحاب المعاشات بنسبة 14% وضم العلوات الخمسة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسية لتحسين أحوالهم وذلك بداية من يوليو القادم هذا بالإضافة إلى العلوات الدورية والحافز الإضافي للعاملين في الدولة كما تم مد وقف العمل بقانون ضريبة على الأطيان الزراعية لمدة عامين وعلى صعيد الإجراءات الفورية فتم إتاحة مبالغ نقدية بقيمة 3 مليارات و800 مليون جنيه لدعم القطاع الصحي كما تمت الموافقة على إتحات عاجلة بقيمة 8 مليارات و700 مليون جنيه للهيئات السلعية والخدمية في شهر فبراير ويناير وكذلك الموافقة على إتحات بقيمة 4 مليارات جنيه لهيئة السلع التموينية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية خلال شهر مارس كما تم تخصيص 15 مليار جنيه لتمويل شراء القمح المحلي من المزارعين كما تم خفض سعر الغاز الطبيعي لكافة الأنشطة الصناعية ليكون 4 دولارات و50 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية هذا بالإضافة إلى خفض أسعار الكهرباء للصناعة 10 قروش للكيلو واط فضلا عن تأجيل سداد الضريبة العقرية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة ثلاثة أشهر بجانب رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم بالإضافة إلى توفير مليار جنيه للمصادرين خلال شهري مارس وأبريل لسداد جزء من مستحقاتهم وبشان التدبير الاحترازية من قبل البنك المركزي لمواجهة الأزمة فتم خفض السعر الفائدة ليصل إلى 9.25% على الإداع لليلة واحدة و10.25% على الإقراض وهذا أيضا لليلة واحدة كما تم تأجيل الاستحقاقات لإتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد لمدة ستة أشهر مع عدم تحصيل عوائد أو غرمات إضافية على التأخر في السداد شاهدين الكرام هذه كانت ملامح الخطة الاقتصادية التي وضعت من قبل الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا في البلاد أشكر لحضراتكم حسن المتابعة